سلام عليكم الصورة دي تاني صورة لقاطها تليسكوب جيمس ويب واسمها ستيفان سوكوانتت أو خمسية ستيفان خمسية لأنها بتحتوي على خمس مجرات وستيفان على اسم العالم الفرنسي إدوارد ستيفان اللي قدر يكتشفهم سنة 1877 إيه ده؟ هي الصورة دي قديمة؟ لا طبعا الصورة دي مش قديمة على حاجة لكن المجرات دي أول وأشهر مجرات تم اكتشافهم وكانوا قريبين من بعض وعشان كده تم درستها ابتداء من الفترة دي لحد وقتنا الحالي وكانت هدف من أهداف تليسكوب جيمس ويب وطبعا من بعد ما إدوارد ستيفان اكتشفهم وإحنا قدرنا ندرسهم فيما بعد واكتشفنا إن المجرات دي أقرب بكتير قوي من أربع البقيين وإنها على بعد أربعين مليون سنة ضوئية بس في حين إن الأربع مجرات البقيين على بعد تلتمية مليون سنة ضوئية بس عشان دايما اللي سبق هو اللي بيأكل النبأ ففضلت التسمية بخماسية ستيفان رغم إنهم أربع مجرات فقط يعني تقدر تعتبرهم بالزبط زي الثلاثة اللي عملوا مع بعض فريق وساموا نفسهم المغامرين الخمسة بس ما علينا من التسمية لكن كون المجرات دي بتبعد عننا تلتمية مليون سنة ضوئية فمعنى كده إن الصورة دي صورتهم من تلتمية مليون سنة يعني أنت بتشوف صورتهم حاليا لكن في الماضي الصحيق يعني الصورة اللي انت لقيتها حاليا دي بتوريك الماضي بتاع المجرات ومش بس كده دي كمان هتوريك المستقبل الأهمية العظيمة للمجرات دي كانت جاية من قربوهم قربوهم الشديد من بعض خلي يحصل تدخل ما بينهم في الوقت اللي انت صورتهم فيه وأكيد هيخلي التصدق ما بينهم في المستقبل أمر حجمي مفيش مفر منه يعني انت دلوقتي شايف الماضي بتاعهم وبتتنبأ بالمستقبل وهو ده بقى بالزبط اللي عايزين نتابعوه التدخل اللي بيحصل بين المجرات دي بيخلق ما بينهم أماكن كسافة الغازات فيها بتكون كبيرة ودرجة حرارتها بتكون عالية وبالتالي البيئة دي بقى هتبقى مناسبة لإيه؟ بالزبط لتولد نجوم جديدة زي ما عرفنا في الحلقة الأولى يعني درست المجرات دي برضه هتدلنا فكرة عن الألية اللي بتتولد بها النجوم والجديد بقى ان التصدم اللي هيحصل ما بينهم هتدلنا فكرة عن مستقبل المجرات بتاعتنا اللي من المتوقع انها تصطدم بمجرات أندروميدا بعد 4 مليار سنة يعني لو تبعت المجرات دي وشفت إيه اللي هيحصل لها انت كده برضه بتتابع اللي هيحصل لنا ده بخلاف ان قرب المجرات الشديدة من بعضه بيديلنا فكرة عن الحالة والظروف البيئة اللي كان الكون موجود فيها لأن في بداية الكون كانت المجرات كلها قريبة من بعضها وبالتالي انت كده برضه كأنك شايف السلوك اللي كان بيسلوكه الكون من بدايته وعشان كده درست الأربع مجرات دول كان أمر غاية في الأهمية وبالتالي قررنا نصورهم بتلسكوب هابل اه طبعا بتلسكوب هابل مجرات بالأهمية دي أكيد مش هستنى أن نصورها بتلسكوب جيمس ويب أكيد صورتها بكده بتلسكوب هابل ده شيء بديهي وتلسكوب هابل طلع لنا الصورة البديعة اللي انت شايفها دي واللي بن فيها المنطقة لمبلة المجرات اللي الغازات فيها كانت كسيفة ودرجة حرارتها عالية ومعظمها بيتكون من الهايدروجين الهايدروجين اللي هو الوحدة الأساسية لبناء مين؟ النجوم يعني كسافة عالية وحرارة وهيدروجين طبيعا المنطقة دي يتولد فيها نجوم جديدة وعشان كده احنا صورناهم عشان ندرسهم لكن طبعا المجرات دي بعيدة والمناطق اللي انا عايزة أدرسها كسافت الغاز فيها عالية يعني صعب الضوء يعدي منها ويوصل لنا وبالتالي الداتا اللي كم تلحها تلسكوب هابل ما كانتش مفيدة بالقدر الكافي لكن اللي ما يقدرش عليه تلسكوب هابل يقدر عليه جيمس ويب لأن جيمس ويب زي ما قلنا مش بيصور دول مرقي ده بيصور الأشعة تحت الحمرة وبالتالي الأشعة تحت الحمرة دي هتقدر تعدي من الغازات وقدر اننا رسولها بالتلسكوب وقدر شوف النجوم وهي بتتولد وبالفعل تلسكوب جيمس ويب لما جاه ولقط المجرات دي طلع لنا صورة في منتهى الجمال وأوضح بكتير جدا من صورة هابل لو لو حست المجرات القريبة اللي احنا قلنا عليها هتلاقي ان صورة كل نجم ظهرها لوحدها قدرة فصل التلسكوب غير عادية ده بخلاف ان المناطق اللي بيحصل فيها التداخل واللي الغاز فيها بينصحك مع بعضه والغبار الكوني بيكون ماليها طلع بجودة أعلى بكتير من اللي طلحت تلسكوب هابل مش بس كده ده التلسكوب من قوته قدر يرصد كمان المجرات البعيدة واللي كانت مستخبية ورا المجرات اللي احنا بنرصدها لكن المفاجأة الأكبر ما كانتش في الكلام ده كله المفاجأة كانت من الصورة اللي اطلقت بالكاميرا ميري اللي بتلقط أطوال موجية أعلى من كاميرا النيركام وكونها بتلقط أطوال موجية أكبر فده معناه انها قادرة تشيل الضباب اللي موجود في سكتها بشكل أكبر وطبعا لو انت يعني مش فاهم النقطة دي فلازم ترجع لحلقة تلسكوب جيمس و بالأساسية عشان توصلك المهم لما احنا قدرنا نشيل ضباب أكتر والصورة بقت واضحة أكتر وأكتر لاحظنا ان مركز المجرة دي كان لامع بصورة كبيرة لامع لامعان منحوظ ومش طبيعي والكلام ده معناه ان في مركز المجرة دي موجود سكب اسود طبعا هتقول لي ازاي سكب اسود ويكون لامع هقولك ما هي دي المفاجأة السكب الاسود اللي موجود في مركز المجرة دي سكب نشط مش خامل سكب عمال بيلتهم في النجوم اللي موجودة حواليه واللي بنطلق عليه في الحلقة دي اسم كوازهار وطبعا كنت عملت عن كوازهار حال قبل كده يعني لولا توضعي هقولك اقل ما يقال عنها انها عظيمة ارجع لها برضو المهم يا سيدي ان السوق بالاسود اللي طلع لنا ده كمان اصبح نقطة دراسة جديدة ومحتاجين نعرف هو بتصرف ازاي يعني كده احنا منتظرين من الصورة دي اربع حاجات منتظر اعرف منها ازاي النجوم بتتكون وازاي المجرات كانت بتتصرف وهي قريبا من بعضها في بداية الكون وايه اللي هيحصل بالزبط لما المجرات تصطدم ببعضها ونفهم منها اكتر سلوك السوق بالنشط او الكوازهار وبس شكرا شكرا على الصورة دي كده ودخل تعليقي على الصورة تانية للتليسكوب وياريت لو عايزين نكمل تحليل بقى الصور ياريت تعرفونا في الكومنتات سلام